هي بتقول مساء الخير عايزة كلمة من سيدنا أمبابولا الجوزي لأنه من متابعية يعني جوزها بيتابع البرنيا طب حاله اللي بيتابع هو للأسف كل فترة يعمل مشكلة من أدفه الأسباب وأرجوك يا سيدنا ما تقولش جايز من وجهة نظرك حاجة تفهى هي بتقول إن الكل أجمع إن ما فيش مشكلة واضحة ويخاصمني أنا وولادي معرفش بيخاصمهم ليه ويقول ما فيش فلوس اتصرفوا ممكن يعود كده بالسنة ما يسيبش جنيه وانزل أشتغل واستلف ويرجع يتصالح شهر اتنين ويرجع تاني يتخانق لأي سبب تافه دخلت ناس كتير وما فيش فايدة ما بيسمعش لحد ملوش كبير ولا حتى الكهنة مع إنه ملتزم بالقداس إيه الحل هو فيه كذا لقت أول نقطة إنه ملتزم بالقداس فده أخدت إيجابي التاني نقطة إنه بيسمع البرنامج طبعاً قال لها حبيبتي حاولي تتجنبي الأسباب اللي في نظرك تافه رغم إنك حذرت لها إنه إحنا ما نقولش إنها تافه ده أنت اللي بتقولي بيش إحنا طالما فيه أسباب حاولي تتجنبي الأسباب مهما كانت في نظرك تافه لأنه من الواضح جداً إنه كل تصرفاته أو أغلب تصرفاته السلبية هي ردود أفعال للأسباب اللي أنت بتقولي عنها تافه ده المتوعد لأن ده دورك لمرة اتنين عايزك تبقي واحدة مصدر بهجة وسعادة في البيت أحياناً الزوج من دول قسرة الطلبات في الأوقات الغير بمناسبها بالأسلوب الغير بمناسب يعصب اللي قدامها اختار الوقت وأنا بقولها دي لكل زوجها اختار الوقت المناسب اختار الكلام المناسب اختار الأسلوب المناسب عشان تعرضي فيه طلباتك اللي أنت عايزها بالنسبة لأخونا العزيز ده حبيبي أنت المسؤول عن البيت يعني قربك من ربنا يديك إحساس أكتر بالمسؤولية تجه بيتك يعني لو أنت مش لقي شغل أو شغلك محدود في الدخل دور على زيادة فرص عمل تانية أو غير عمل بعمل وممكن تستعين بكنيسة إنما الزوجة بتقول إنها بتضطر تنزل وتستلف وتستلف أو تشتغل عشان أنت مش عاوز تصرف الحاجة التانية حبيبي عايزة أقولها لكم مهمة قوي المسؤولية الأولى التي ستحاسب عنها أمام الله هي بيتك أشكرك وأوعى تسكن ضميرك بأنك أنت منتزم على الأداس والكنيسة الأداس والكنيسة هي وصائط نعمة لكي ما تسلق في النعمة فالأهداف روحية من مروح الكنيسة فأوعى تمسك في الوسيلة دون النتائج يبقى أنت سببت للناس عثرة أنك بتروح الكنيسة إنما على المستوى التعاملات معاملاتك لا تعبر عن أنك أنت ابن كنيسة فأرجوك حبيبي اهتم بإحتاجات بيتك واهتم بمشاعر زوجتك وولادك وكن أباً حنوناً وزوجاً مريحاً لهذه الزوجة كتر قوي سيدنا اليومين دول المشاكل اللي لها علاقة بأنه الزوج مش عايز يشتغل الزوج مش عايز يصرف معتمد أكتر على أن الستة تشتغل حقيقة أنه بتجلنا حاجات كتير قوي شبه كده يعني يا ريت يا سيدنا نأكد على أنه مسئولية الأولاد مسئولية الزوج أولى أولى للزوج طبعاً الزوجة ده دورها مكمل أن الظروف سمحت إنما دور الأساسي ودور الزوج بس أنا عايز أفرق ما بين هو مش عاوز يشتغل ولا مش لاقي يشتغل يعني أحياناً النهاردة لهو عامل يومية مثلاً حانز لأقل المستويات هو بيخرج لعله يجد عمل طب ماذا له لم يجد عمل زي الحرفين كله فبيرجع حزينه ما جابش فلوس أو واحد بيشتغل بس شغله الدخل بتاعه محدود فمش قادر يغطي احتياجات البيت هنا تبقى زوجة محتاجة أحد أمرين يتشتغل وتساعد يتبقى مدبرة وبأقل القليل تكفي البيت وهنا دور الكليسة في إنها تعلم بناتها كيف تكون مدبرة مبقاش فيه حاجة فقدة في البيت بقى أقل حاجة تعمل حاجة فأنا مش عايزة أجي على الراجل الأول في كل الأحد إنما الراجل بقى اللي هو الكسول اللي مش عايزة تعمل يعني هي فتت الخطوة ما لاحزتش ما سألتش عنه نقطة مهمة إحنا بنتورت إن إحنا بنرتبط دون أن نسأل بنرتبط دون أن نعرف خلفية هذا الشخص إيه صحيح إنما الزوج هو المسؤول الأول عن كل ما يتعلق بالإدارة المالية والإحتياج المالي لبيت ترجمة نانسي قنقر